لا، ليست كما تبدو مجرد حشائشة أو نباتات برية بل موسم له مزارعوه الذين ينتظرون نضجه لحصاده إنها نبتة الزعتر الأخضر أو الزعتر البري والتي تزرع وتجنى هنا لأغراض الأكل والطهي وطب الأعشاب وغيرها بالنسبة للزعتر منجيبوا بدار ومنزرعوا بمساكب تقريبا بعد شهرين أو ثلاثة بصير شتل منجيبوا منطبوا بالأراضي بعدما منطبوا بالأراضي تقريبا شهر الأول منطبوا بعدما منطبوا بالأراض أول سنة ما منأكل من النموسين الثاني سنة منخطفوا تقريبا بخمسة عشر ثلاثة بالسنة منخطفوا أربع خطفات تتم زراعة الزعتر في مساكب خاصة تنمو فيها البذور في وضون ثلاثة أشهر وتتحول إلى شتلات ينقلها المزارع إلى أرضه ومن ثم يتولى رعايتها إلى أن يمر عليها عام كامل حيث يحين موسم نضوجها فتجنى على أربعة مرات في كل عام هذا زعتر زعتر جبلي زعتر شغل بلادنا الحمد لله رب العالمين اللي هو فيه عدة أدوية وعدة شفاء بإذن رب العالمين هذا زعتر الجبلي هو بيروح الالتهاب قبل كل شيء هو للصحة للجسم للسعلة بهالشتوية بعونة الله زعتر كتير ممتاز اللي هو نحن منطحنه ومنعمله مع زعتر العادي الرش بإذن الله زعتر كتير نافع للإنسان نكهة مميزة ورائحة زكية تجعل من هذه النبتة إضافة مميزة في المطبخ السوري بالإضافة لكونها تستخدم لدى العطارين كدواء فعال ضد الالتهابات والسعال الأمر الذي يجعل من العمل في زراعتها أمرا مربحا للعديد من الأسر في المناطق المحررة اشتركوا في القناة